لقفول نهاركو سعيد ماي طارق النهاردة أول حلقة من حلقات برنامجنا ترند مش ترند أنا اللي ترند أنا اللي مش ترند أنت اللي مش ترند يلا نشوف يلا بينا أول ترند معنا النهاردة هيكون عن أنس وأصالة إيه ده هي أصالة تجوزت؟ لأ أنس وأصالة هم اتنين بيعملوا فيديوهات على اليوتيوب عملوا فيديو أعلنوا فيه نتيجة فحص الصنار بتاع أصالة على برج الخليفة برج الخليفة اللي في دوباي؟ أيها برج الخليفة اللي في دوباي الموضوع تكلف تقريباً 95 ألف دولار يا إلهي هم أصلاً مش قاعدين في دوباي كمان؟ لا يا إلهي هم قاعدين في كندا ومن أصل سوري يا إلهي الأول خبر مش ترند معنا النهاردة هو أغنية حكيمة جديدة صحاب أوانتا الأغنية دي تعرضت من تسع أيام على اليوتيوب وجامت مليون ونص مشاهد ولكن للأسف مطلعتش ترند يا طارق ليه كده؟ الناس بتقول علشان خاطر هو خد نوع جديد من الأغاني اللي هو المهرجانات وده النوع الشعبي اللي احنا مش متعودين على حكيم فيه مش داي حلاوة روح وعم سلامة فالناس محبتهاش قوي كمان التصوير بتاعها مكانش حلوة آخر حاجة يعني حكيم ارجع تاني أرجوك الترند اللي بعده هيكون عن قضة اللبس والخناء اللي حصلت فيها ايه ده؟ قضة اللبس مين دي؟ قضة اللبس هو البرنامج اللي بيقدمه أحمد ميدو واستضاف فيه أحمد عفيفي مع عصام الحضري اتكلموا فيه عن رمضان صبحي وشريف إكرامي الموضوع اشتد شوية بخصوص هل رمضان صبحي ممكن يرجع تاني للأهلي وهل لو مرجعش ممكن شريف إكرامي تبقى فرصته أحسن ولا لا؟ عايزينهم يقولوننا في الكومنتات إذا كان هما شايفين ينفعوا يرجعوا ولا ما ينفعوا شو مين أفضل فرصة لفيهم؟ تفتكروا ممكن يرجعوا؟ الخبر مش ترند معانا طارق بس دمه خفيف جدا هو عن الفنانة إنعام سلوسة اليوم السابع نسدله الخبر وقالولها كل سنة وانت طيبة مناسبة عيد ميلادها؟ كل سنة وانت طيبة مده عيد المشكلة إن هي ردت عليهم وقالت لهم إن ندمج التوقيت بالضبط بتاع عيد ميلادها بس هي مبسوطة جدا عشان هيهنوها مورتين الترند الجاية هيكون على المسلسل إلا أنا المسلسل بيتكون من ست حكايات اتعرض منهم الغاية دلوقتي ثلاثة لكن أكتر حكاية لقيت إعجاب من الناس كانت أمل حياتي إيه داش معنى؟ بصي هو أولا عشان حنان مطوع هيا البطولة وأنا الحياة بحبها جدا للأسف هتطفق معيك أنا كمان بحبها قوي وثانيا عشان المسلسل بيتكلم عن بنت ساعدت أمها وساعدت أبوها وقفت مع أخوتها وعملت حاجات كتير كويسة جدا ليهم بالإضافة إن هي اتغدر بها كتير وقومت وتعلمت ثانية واحدة ثانية واحدة هي الشمعة اللي بتحترك عشان كده عجبتكم هو ده المجتمع بصي هو ماشي ده جزء من الموضوع بس الجزء الأكبر إن فيه قصص طلاق وجواز ونقل ملكية وحاجات خاصة بالمنقلات يعني بصي الموضوع حياتنا عموما يعني لا إحنا لازم نشوفه بكي ده نتفرج عليه خبر مش ترند وحاجة غريبة جدا لإنه عن حمو بيك أول مرة حمو بيك مش ترند بتونسى ليه؟ أصدي ليه؟ حمو بيك احتفل بحفل زفافه على الساكت وده بقرار من المسؤولين منعوه تماما إن هو يعمل حفل زفاف علشان التجمعات وكان متوقع لحضور الحفلة عدد كبير جدا فخافوا جدا عشان الإجراءات الكوقائية والكورونا فبالتالي طلع في فيديوهات وقعد يترجع المسؤولين إنه يسمحوله زيه زي أي شاب يحتفل ويعمل حفلة للفرح ولكن منعوه تماما وتم الحفلة على الساكت مبروك يا حمو الفرحة في القلب الترند الجاية هيكون عن سيدة القطار إده مين سيدة القطار؟ سيدة القطار هي سيدة مصرية وقفت مع شاب كان الكوميساري عايز ينزله من على القطر وكان عايز يدفعه 22 جنيه ما كانوش معاه الستة دي زي أي أم مصرية دفعت الـ 22 جنيه وتسببت إن الولد فضل قاعد لسه في القطر ومنزلش الستات المصرية جدا على فكرة عشان تعرفوا بس أكيد هو عموما ندور برضو في جيبه لغاية ما دفع الـ 22 جنيه لازم تعلو علينا آخر خبر معنا مش ترند بس هيكون ترند الفترة اللي جاية طارق إيه ده بقى؟ هقولك إسعاد يوريس هترجع بموسم جديد من صحابة السعادة وأول حلقة هتكون مع أحمد حلمي هايل هايل أحمد حلمي أول مرة بيظهر في برامج تاكشو فمتوقع إن مقاطع البرنامج تكون كلها ترند الفترة اللي جاية؟ هي هتكون ترند أو مش ترند هنشوف مع بعض؟ الحلقة الجاية استنونا